مع انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة المناطق المجاورة لقضاء هيت وأهمها منطقة الدولاب والقرى المحيطة بها أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن تفجير ثماني عبوات ناسفة وتفتيش عشرين منزلا في منطقة حي الأرامل جنوبي الرمادي وتأتي هذه العمليات بالتزامن مع عمليات أخرى يقوم بها التحالف الدولي بالتنسيق مع الفرقة السابعة بالجيش العراقي حيث تم قصف أهداف لداعش في جزيرة الدولاب غرب قضاء هيت ما أسفر عن تدمير تلك الأهداف وقتل جميع عناصر التنظيم في داخلها قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن علي دابعون قال إن كتيبة المدفعية التابعة إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية استهدفت مجموعة من معاقل تنظيم داعش مما أدى إلى مقتل ثلاثة عشر عنصرا منهم مبينا أن الجهد الهندسي التابع للعمليات تمكن من تفجير ثلاثمائة وإحدى عشرة عبوة ناسفة بالاشتراك مع مفارز معالجة المتفجرات التابعة إلى الفرقة السابعة في المنطقة ذاتها وفي سياق متصل كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أن عشرات الأسر النازحة عالقة في نقطة أمنية في عامرية الفلوجة منذ يومين مبينا أن تلك الأسر تروم العودة لمناطقها بالرمادي غير أن القوات الأمنية تمنع عودتها من أجل إكمال تطهير جميع مناطقها من الألغام والعبوات الناسفة يأتي هذا بعد أن قررت قيادة العمليات المشتركة إيقاف عودة النازحين إلى مناطقهم في الرمادي بعد تكرار مقتل المدنيين في انفجارات حدثت داخل منازلهم ترجمة نانسي قنقر